بسهل الخير يا محمد بسهل الخير يا كابتن عمي بسهل الخير كباتن النهاردة لك طبعا تعادل بطعم الخسارة الارقام بتقول ان امبي ما جاتش النهاردة صحيح يعني والهدفين من ضربات سابت او ضربة عرضية عرضية متحركة زي ما شفنا قبل المباراة كابتن صحيح حضرت ابتكر عرضنا اهم النقاط الكوة عند امبي وكنا وضحنا في ماتش الاسماعيلي ماتش المقولين ماتش الزمالك من كرات سابتة من ضربات ركنية حتى رمية التماس بلعبوها بشكل ضربات ركنية هو بيلعب على دي بيلعب على دي بيكون عنده حتى الخصم بيكون عنده زيادة عددية بلعبوها بشكل بتحركوا بشكل كويس جيد وبيستغلوها وده اللي عملوه النهاردة اه ارقام المباراة كلها بتقول حتى في الشرط الاول كنا الاستحواز للنادي الاهل 72% اه عايز اقول لحضرتك حتى التمريرات عندهم 92 تمريرة صحيحة فقط من 110 تمريرة اه في الشرط الاول لامبي مقابل 225 تمريرة النادي الاهل بتكلم عن الشرط الاول بس استحواز تفوق تسديدات كل الارقام دي ولكن بالنسبة لنا احنا كلنا طبعا اعتبر سلبية مهما كانت ايجابية من ناحية الفنية والتاكتيكية ولكن طبعا سلبية هي خسارة السلاس نقاط سريعا كابتن ايمن هنخش في احصائة المباراة علشان برضو نبص على اهم النقاط الفنية من ناحية الارقام النهاردة 22 خسارة طبعا نقطتين مهمين جدا استحواز بقى بعد نهاية المباراة 69 للنادي الاهلي مقابل 31 كم نقول الشرط الاولين 72 للنادي الاهلي اخطاء 11 ضد الاهلي 6 ضد امبي 5 ركنيات للاهلي هو ركنية وحيدة اللي جابوا منها جون حتى الجون الاولين كان عرضية متحركة زي ما قلنا تسلل الاهلي وقع في 3 تسللات مقابل 4 لامبي المحاولات بقى 18 تزديدة من نادي الاهلي منهم 8 اون تارجت يعني كلمة 8 بس يا كابتناي من حشوفنا الماتشاط الفاتت رغم من التفوق وفوز الاهلي كان بوبة 5 اون تارجت انهاردة 8 اون تارجت لأسف 7 الامبي 3 فقط اون تارجت على 3 خشبات فرص النادي الاهلي نهاردة فيه 13 فرص وكان بيعكس ان الـ XG عندنا كان نص يعني لهدفين ونص او يعني نقارب من 3 اهداف بالنسبة لامبي 5 فرص انا متكلم فرص بشكل عام يعني منهم فرص 2-3 محققين لنادي الاهلي من الـ 13 XG عندنادي امبي يعني قد يصل له هدف ونص او هدفين التمريرات الصحيحة 567 تمريرة النهاردة لنادي الاهلي صحيحة من يعني تفوقنا 650 تمريرة بشكل عام بس دول التمريرات الصحيحة بالنسبة دقة 85% امبي 203 تمرير دي معناها انهم اصلا ممسكوش الكرة يعني لو اسمناه الشرط الاولين كان عندهم 98 او 98 تمرير فقط صحيحة الاجمال الشوطين 203 تمريرة يعني مقابل 567 تمريرة يعني يعني ارقام بتتحدث عن نفسها بس يعني للأسف هم اهم حاجة الفوز في النهاية اما التمريرات الطولية كان فيه تمريرات طولية بشكل كبير جدا النهاردة عند الفرقتين يعني لاحظنا في شرط الاول ما فيش الـ في حالة حاسة الكرة بشكل سليم يعني كانت يعني بالأسف اعتماد بشكل كبير على كرات الطولية عند الفرقتين للأمانة ولكن الاهل الدكة شوية كانت 65% مقابل 42% دكة عند امبي العرضيات النهاردة احنا عملنا 27 عرضية يعني رقم كبير 9 منهم بس بشكل صحيح 33% دكة عند امبي 15 عرضية يعني احنا اعتبر يعني قد يكون النص يعني من الاربعة بس صحيحة بنسبة 27% حتى دريمليج النهاردة المراوغات كانت عندنا يعني بشكل يعني اكثر اكثر دكة منهم كان عندهم 15 برضو 7 منهم صحيحة بنسبة 27% تصديات حراس المرمى 6 تصديات لحارس امبي النهاردة بالنسبة لمصطفى شو بير هي تصدي واحد سليم صحيح الاعتراضات النهاردة وابعاد الكرة احنا كان عندنا 5 اعتراضات يعني قطعنا بهم الكرة واخرجنا الكرة من منطقتنا كانت 11 مرة هما بقى 31 مرة 31 مرة ده الرقم كبير جدا بيثبت لك ان الاهل كان فيه وظارة بالضبط صحيح ده سريعا كده الارقام يعني تبدو ان هو الاهل متفوق من ناحية الحاجات النقاط الفنية ولكن زي ما قلنا خسارة النطوتين يعني تلغي كل هزي الارقام المجاحة يعني بالنسبة لك هارض لك ويعني ان شاء الله اللي جاي يكون احسن ان احنا لسه تسع مباريات ولكن عايزين نحذر من حاجة مهمة قبل ما نختم احنا استقبلنا 11 هدف صحيح في تسع مباريات صحيح بس هنقف عند النقطة دي